ضجة لا تهدأ ومطالبات شعبية واسعة بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما أطلق عليه بموسم النهب الكبير للدولار عبر طرق احتيالية تتمثل بشراء مسافرين فضائيين العملة الأمريكية من خلال المنصة الإلكترونية للبنك المركزي دون أن يسافروا بالفعل نحو 152 ألف مسافر وهمي اشتروا الدولار بالسعر الرسمي ليبيعوه في السوق السوداء ويشعل بذلك أزمة الدولار ويحقق مكاسب مليونية على حساب اقتصاد البلاد دون اكتراث الجهات المعنية بهذه القضية وعدم التحوط أو تعقب هذا الفلتان لدى بعض الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر فيما ذكر اقتصاديونك الخبير منار العبيدي أن العدد تجاوز 500 ألف مسافر وبخسائر تقدر بملياري دولار خلال تسعة أشهر فقط دعونا نتابع حسب الجوازات اللي حق له أن يدخل المنصة هم عددهم 900 ألف مسافر فقط إذا البنك المركزي من خلال المنصة باع مليون واربعمائة شخص مليون واربعمائة وسبعين ناقصة 900 ألف اللي هم الفعلين دعونا نتكلم على 520 ألف مسافر وهمي على معدل 4000 دولار فدعونا نتكلم على فروقات بحدود 2 مليار دولار 2 مليار دولار خلال تسعة أشهر فبرغم تكشف هذه الفضيحة وتأشير ديوان الرقابة المالية الاتحادية أخطاء وملاحظات على المنصة الإلكترونية التي يشرف عليها البنك المركزي وما تسببت به من هدر فضيع للمال العام لأن البنك لم يعلن عن فتح تحقيقات داخلية أو مراجعات لإجراءاته التي تسببت بهذه الكوارث المالية وهو ما أثار علامات الاستغراب والاستفهام لدى الجهات الرقابية المالية المعنية ما زاد من حدة الصدمة الشعبية تزامن هذه الواقعة مع فضيحة من العيار الثقيل تكشفت فصولها بشكل أوضح للرأي العام العراقي وهي منح البنك المركزي قروضاً تقدر بعشرة تريليونات دينار بفوائد ميسرة لبعض المصارف ذلك بسبب المحابات والمجاملات والاعتبارات خارج حدود القوانين وطالبت أساطون اقتصادية عراقية بكشف خيوط تلك المخالفات المالية وفتح الجهات التي تقف خلفها وفتح تحقيقات على نطاق أوسع وشمول جميع المتورطين بها وتقديمهم إلى العدالة وعدم تمييع وتسجيل القضية ضد مجهول